مصر تجدد مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ووقف الحصار والتبويع والعقاب الجماعي والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية مفوض أنروا يقول إن تعليق تمويل الوكالة سيؤدي إلى توقف جميع أنشطتها بغزة خلال أسابيع وأبو الغيط يرفض العقاب الجماعي من خلال قطع التمويل وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن محادثات بالبيت الأبيض للضغط على إسرائيل من خلال إطاف شحنات الأسلحة إليها وواشنطن تنفيه السادسة مساء بتوقيت الطاهرة الرابعة بتوقيت الناتش نشرة إخبارية جديدة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم طالب وزير الخارجية سامح شكري بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده شكري مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بالقاهرة اليوم لقد نقاشنا اليوم عددا من الموضوعات ذات الأولوية الملحة على رأسها مستجدات الوضع في خطاع غزة والقضية الفلسطينية كما سبق لنا التأكيد مرارا سواء منفردين أو من خلال الجماعة العربية والقمة العربية الإسلامية الأخيرة فإننا نكرر المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة وندعو المجتمع الدولي بكافة أطرافه لتحلي بقدر من المسؤولية والإرادة في إطلاع تجاه تحقيق هذا الهدف والمتعامل مع الأوضاع الإنسانية الفادحة ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي ومحاولات التهجير القصري لسكان قطاع غزة أو أن تظهر إرادة دولية سريعة وحاسمة لدفع الجميع إلى وقف العنف والحرب وسمح بإدخال كافة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 27-20 بما في ذلك السماح للمنصقة الأممية بنشر المعدات والأفراد اللازمين داخل قطاع غزة لإنشاء آلية لتسهيل دخول المساعدات وأن يتبع ذلك إعلاء أصوات العقل والحكمة والسلام الجاد والحقيقي الذي يقود إلى حل الدولتين ويدعو المنطقة حينها على مصار السلام والتعاون الحقيقي لما فيه مصلحة شعوبها وأضف وزير الخارجية سمح شكري أنه ناقش مع نظيره السعودي الأوضاع وأمن الملاحة في البحر الأحمر مشددا على أهمية الحفاظ والالتزام بحرية الملاحة مؤكدا أن ما يشهده البحر الأحمر هو نتاد لتوتر الأوضاع في المنطقة والحرب على غزة لقد ناقشنا كذلك تطورات الأخيرة في البحر الأحمر واليامن وتبعتها سلبية الجسيمة على أمن المنطقة وحرية الملاحة والتجارة العالمية ونشدد من هنا على أن حرية الملاحة والتجارة العالميين هي حقوق ومبادئ دولية ثابتة على الجميع الالتزام بها مع التأكيد مجددا على أن ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر هو نتاج مباشر للتوتر في المنطقة بسبب الممارسة الإسرائيلية في غزة وأنه من الضروري التعامل مع جذور الأزمات وليس فقط أعراضها كما أكد شكري أنه أطلع نظيره السعودي على انتهاء مصر من المسار التفاوضي بشأن سد النهضة بسبب تعنت السياسة الإثيوبية وسعيها لفرض الأمر الواقع تنوانا كذلك خلال مباحثات التورات الأخيرة في السودان الشقيق وتوافقنا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لإتاحة المجال لنفاذ الإنساني الكامل للمواطنين السودانيين الأشقاء تمهيدا لتدشين مصار سياسي كما أكدنا على الشواغل والقلق بشأن تطورات منطقة القرن الأفريقي وأكدنا على ضرورة احترام سيادة الصومال الشقيق على كامل أراضيه ورفض أي إجراءات من شأنها الانتقاص من ذلك وحطوا شقيق يسموه الأمير فيصل بن فرحان بن مواقف الحالي بالنسبة لمسألة سد النهضة وقرار مصر بانتهاء المصار التفاوضي اتصالا بما تأكد من استمرار السياسة الإثيوبية المتعنتة بل وتراجعها عما سبق التوافق بشأنه فيما يثبت استمرار غياب الإرادة السياسية لدي الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق وإنما السعي لفرد الأمر الواقع وفي إطار حرص البلدين على الأمن العربي المشترك وعلى مصالح الشعوب العربية استعرضنا تطورات المشهد في سوريا وليبيا واليمن وتوافقنا على ضرورة العمل سويا نحو تأمين الاستقرار والدعم للدول الشقيقة وتعزيز التضامن العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات اشتركوا في القناة من جهته أشهد وزير الخريبية السعودي فيصل بن فرحان بالعلاقة الثنائية المتميزة بين مصر والسعودية وحرص البلدين على التنصيق والتشاور المستمر مشيرا إلى أن الجانبين بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وقد تم بحث الوضع في فلسطين والتأكيد على أولياتنا المشتركة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية بما يمهد الطريق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين وفي المجال الاقتصادي والتجاري استعرضنا أهم استقرار ونماء اقتصاد جمهورية مصر والملكة العربية والتكامل بينهما وأكدنا حرصنا على استمرار التنصيق وتكثيف التعاون في تسهيل كافة العوقات الاستثمارية لتعزيز التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وناقشنا مجمل من القضايا الإقليمية وكما ذكرها معاني ونتطلع دائما إلى استمرار التعاون والتنسيق مع جمهورية مصر الشقيقة في كافة المجالات بما يحقق تطلعاتنا كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد اجتماعا تنائيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وعقب هذا الاجتماع ترأس الوزيران لجنة المتابعة وتشور السياسي وأشارت وزارة الخارجية إلى المشاورات المكثفة على جدول أعمال وفدي مصر والسعودية لتطوير آليات التعاون الثنائي على كل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة سياسيق في غزة ترجمة نانسي قنقر أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع فليبا لازاريني المفاوض العام لوكالة الأمم المتحدة لأغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الوزير شكري أكد خلال الاتصال على الدور المحوري الذي تطلع به وكالة أونروا في غزة وذلك في ظل تأزم الوضع الإنساني في القطاع منوها إلى أنه من غير المقبول اتخذوا بعض الدول لقرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت بالغ الحساسية فيما يبدو أنه بمثابة عقاب جماعي ضد جميع العاملين في الوكالة من جانبه أعرب المفاوض العام لوكالة أونروا عن تقديره البالغ للدور الحيوية الذي تطلع به مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولدعم مصر وتضامنها مع الوكالة فيما تواجهه من تحديات أعلن المفاوض العام لوكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن تعليق تمويل الوكالة سيؤدي إلى توقف جميع أنشطتها بقطاع غزة في غضون بضعة أسابيع من جهة أخرى أكدت الرئاسة الفلسطينية أنها ترفض ما وصفته بالحملة الظالمة على أونروا داعية الدول التي علقت تمويل المنظمة إلى تراضع عن موقفها هذا وقد اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرر عدد من الدول بتعليق تمويلها للأونروا عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين ذكرت الوزارة أن هذه القرارات مسيسة كما أنها غير متناسبة خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية وتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها نشد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش الدول المانحة بضمان استمرارية عمليات وكالة أونروا جاءت تلك المناشدة بعدما علقت الكثير من الدول المانحة تمويل الأونروا بسبب اتهمات للاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في هدوم السابع من أكتوبر مناشدة جديدة تأتي في ظل أزمة جديدة تضاف إلى سجل الأزمات التي تواجه قطع غزة فقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش باستمرار تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا جوتيرش ناشد الحكومات التي علقت مساهمتها في الأونروا بأن تعمل على الأقل على ضمان استمرارية عمليات المنظمة بعدما علقت الكثير من الدول تمويلها لها بسبب اتهامات إسرائيل لعدد من الموظفين في الوكالة بضلوعهم في أحداث السابع من أكتوبر جوتيرش أعلن إنهاء خدمة تسعة من بين 12 من موظفي الأونروا متهمين بالضلوع في الأحداث مشددا على أن أي موظف بالأمم المتحدة متهم سيخضع للمساءلة بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية في غضون هذا قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا إن قرار عدد من الدول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في ظل ظروف الحرب الرهنة في قطاع غزة هو قرار يهدد عمل الوكالة الإنسانية المستمر في جميع أنحاء المنطقة وتحديدا في قطاع غزة المنقوب مفوض الأونروا أعرب عن صدمته حسب قوله من تعليق أموال الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين خاصة في ضوء الإجراء الفورية الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف هكذا أكد المفوض الأممي وأضاف أن الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل بقائهم على قيد الحياة حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من التبعات الخطيرة لحملة التحريد على وكالة أونروا شدد أبو الغيط على أن حملة التحريد الممنهجة التي تقودها إسرائيل تستهدف القضاء نهائيا على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقراتها بالهجمات في إطار الحرب التي تشنها على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل للمزيد من التفاصيل والتحريد تنضم إلينا دكتورة تمارا حداد أكاديمية وباحثة فلسطينية تنضم إلينا هاتفيا من رمالة دكتورة تمارا بعد التحية يعني كيف تفسرون هذا الموقف الغربي إذا قطع تمويل وكالة الأنروا برأيكم لماذا اتخذوا هذا القرار وفي هذا التوقيت بداية أسعد الله مساءكم وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة طبعا جاء بتوقيت متعمد من قبل الكيان الإسرائيلي أولا عملية قطع التمويل بالتحديد للأنروا لها علاقة دلالة سياسية وهي تصفية قضية اللاجئين يعني هذه عملية القطع لم تأتي في أول مرة في حياة واقع الأنروا كانت هذا القطع في أكثر من نقطة وعملية تصفية قضية اللاجئين تأتي في هذا الصيغ من خلال قطع المساعدات وقطع التمويل لوكالة اللاجئين أو غافة اللاجئين الأنروا لها علاقة بتصفية القضية وتحويل كل الأمال التي كانت تقدم إلى الأنروا تحويلها إلى دائرة تسمى دائرة الهجرة الدولية لماذا تم تحويلها إلى هذه الدائرة لهم علاقة في ترسيخ واقع بما يتعلق أن ما زال التهجير قائما في قطاع غزة ومن يشير أنه ليس قائما هو خاطئ بلا عكس أن عملية فكرة التهجير سواء كان الطوعية أو الضمنية ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة عملية أن يكون هناك قطع المساعدات الإنسانية بالتحديد أن العادة الكبير من الأسر الفلسطينية هم يعتاشون من قبل الأنروا يتم إعطاء المساعدات الإنسانية يتم إعطاء الأموال لبعض الأسر الفقيرة أيضا هناك بعض الموظفين يتبعون ويعملون داخل سياق الأمم المتحدة أدى الآن إلى زيادة واقع نتيجة قطع التمويل أدى هذا الأمر أن يكون هناك تخفيف وتقليص وطأة المساعدات الإنسانية أو قطعها بشكل مجمل إذا لم يكن هناك أي تقديم الأموال للأنروا وهذا يعني قطع المساعدات قطعتها إعطاء التمويل للموظفين إعطاء الرواتب وانقطعها أيضا إعطاء ما يتم له في سياق الواقع المعيشي الواقع الصحي الواقع الغدائي هذا إشار أن سياسة التجويع هي تتم تنجاحها وبشكل دقيق وبشكل ممنهج ليس هذا فحص فبالتالي يستخدمون سياسة خطة التجويع ضمن سياق حتى يتم ترسيخ واقع للمواطن الفلسطيني فكرة التهجير أولا كيف هل تتوقعون تحركا أمميا من دول بعينها في الفترة المقبلة تده هذا القرار تحديدا أعتقد سوف يكون هناك تحركا لأكثر من جبهة وبالتحديد أن هذه الوكالة التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين الفلسطين فيما يتعلق المساعدات الإنسانية التي جاءت في الوقت الحساس والوقت الصعب جدا على المواطنين الفلسطينيين واقع إنساني صعب وبالتحديد أن الأمين العام كوتريش أيضا تعتبر هذه الضربة هي إحراج الأمين العام أنطوني كوتريش وبالتحديد كان يقف إلى صف القضية الفلسطينية وشاهد المظالم الإنسانية التي حدثت في قطاع غزة وكان دائما يشجع على واقع يجب دعم المساعدات الإنسانية لكن عندما تم وضع هذه الذريعة وهذه الأكاثيب أن هناك بعض الموظفين من الأمم المتحدة لهم علاقة في عملية طوفان الأخصى أو يتبعون حركة حامس هذا إشارة إحراجه وإحراج الدول التي تدعم الأونروا وأيضا يريدون تنجيع الدول الآخرين بتقليص المادة التمويلية وأيضا تقليص كل الواقع المساعدات التي تقدم إلى وكالة الأونروا أعتقد على الدول التي ما زالت معنية بتقديم هذا الدعم أن تنظر أن الهدف الأساسي من هذه العملية التي حدثت في سياق إخراج هذه التسريبات لها علاقة بتصفية قضية اللاجئين ولها علاقة بعملية تهجير المواطن الفلسطيني من قطاع غزة بعد إنهاء مقومات الحياة التي أصبحت غير صالحة فعندما يتم قطع رواتب الموظفين بعدم إدخال المساعدات الإنسانية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة بالإضافة إلى قطع رواتب للموظفين السلطة لأن كونها أسمى ترتش وزير المالية الإسرائيلي أيضا لم يتم تقديم المقاصة في الواقع الفلسطيني إلا بأن يكون هناك مشرط بعدم إعطاء المقاصة التي مخصصة لقطاع غزة هذا يعني لا يوجد هناك رواتب للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة لا يوجد هناك رواتب فيما يتعلق الأنو لا يوجد هناك مساعدة تدخل من قبل الوكالة الأمم المتحدة أو وكالة اللاجئين الفلسطينيين هذا إشارة أن 38% أن واقع المجاعة بالفعل سوف تحقق على أرض الواقع وهذا سوف يتم تحقيق هدفهم الأساسي سياسة ومنهجة لابد من أن يكون للدول ذات الصفة الإنسانية وللدول العربية أيضا تحديدا موقف قوي تجاهها أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة تمارا حداد أكاديمية وباحثة فلسطينية كنت معنا على الهاتف من رمالة نقشت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع حكومة رئيس الوزراء بنيمين تانياهو بالاستجابة للدعوات الأمريكية الطويلة الأمد لتقليص هجومها العسكري على قطاع غزة وكشفت مصادر في البيت الأبيض أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تراجع الأسلحة التي تريدها إسرائيل والتي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط وأكدت هذه المصادر أنه لم يتم اتخذ أي قرارات موضحة أن المسؤولين الإسرائيليين يواصلون مطالبة الإدارة الأمريكية بمزيد من الأسلحة بما في ذلك القنابل الجوية الكبيرة والذخيرة والدفاعات الجوية ميدانيا استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الرابع عشر بعد المئة على التوائل قالت مصادر في قطاع الدفاع المدني أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة ما أدى إلى استشهاد ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة العشرات إضافة لآخرين تحت الأنقاد أضافت المصادر أيضا أن شهيدا وأربعة جرحة وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبية في مدينة خان يونس إثر قصف مدفعية الاحتلال منزلا في مدينة جورة العقاد غرب خان يونس جنوب القطع وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء والجرحة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى ستة وعشرين ألفا وأربعمائة واثنين وعشرين شهيدا وخمسة وستين ألفا وسبعة وثمانين جارحا أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي ينضي في استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات من أجل إنهاء ما تبقى من مستشفيات تعمل في خان يونس هذا وجدد الهلال الأحمر الفلسطيني مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل فوري وعاجل لحماية التواقم الطبية والإسعافية في خان يونس وضع كارثي مرضى يتلقون العلاج على الأرضيات وفي الممرات نقص في الأدوية والمعدات هذا هو حال مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب غزة مجمع ناصر الطبي واحد من مستشفيين انقطع عن بقية غزة بسبب العدوان الإسرائيلية الذي لا يهدأ وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فرمئات المرضى والعملين بالصحة من مجمع ناصر الطبي بينما بقي في المجمع ثلاثمائة وخمسون مريضاً وخمسة ألاف نازح منظمة الصحة العالمية نشرت مقطعاً مصوراً أظهر مجمع ناصر في جنوب غزة وهو يعج بالمرضى واللاجئين كما أظهر المقطع المصور فوضى في مدخل المستشفى وأشخاصاً يعالجون على الأرض وجثثاً تنقلوا إلى باحة المستشفى لدينا نقص كبير في القواقم القطبية نحن نحن شغالين القواقم الموجودة في المستشفى أقل من 10% من القواقم التي كانت تشتغل قوال فترة الحرب أعداد المصابين التي تصل إلى المستشفى أعداد بشكل كبير وظاموا بيجوا من المدارس قصف الماء المدارس والتجمعات السكنية طبعاً المعدات الطبية في المستشفى شبه معدومة أبسط الأشياء في المستشفى مثلاً زي المسكنات وأدوات التخدير غير متوفرة نحن مهان في معنا في الأطفال لا يوجد حريبة للأطفال لا يوجد أكل لا يوجد ذكات لا يوجد علاجات لا يوجد أدوية كما ترى نضع الصحة لا يسمع لشيخ والقسم كل مليان والأطفال هم صعب لا يوجد ولد أكتور وإحنا في المستشفى محنصري لا يوجد حد مطلع فينا وفي أطفال كثير مرضة هان وتتزايد المخاوف من تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبية وخروجه من الخدمة مع اشتداد القصف واحتدام المعارك في خان يونس بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة على الطوابق العلوية بمبنى الجراحات التخصصية ومبنى الطوارئ في المجمع الطبية ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات وفق وزارة الصحة بالقطاع قوات الاحتلال الإسرائيلية تعمدت منذ بداية الهجوم على غزة في السابع من أكتوبر الماضي استهداف المستشفيات ومركبات الإسعاف في القطاع وقد قصف الاحتلال مجمع الشفاء الطبية ومستشفى القدس ومستشفى الرانتيسي والمستشفى الإندونيسي لتتوقف معظم المستشفيات عن الخدمة في ظل الوضع الكارثي الذي يعانيه قطاع غزة اشتركوا في القناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وللمزيد حول آخر التطورات هناك من المتابعة ننضم إلينا من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري محمود هل لك أن تطلعن على آخر التطورات لديك وكم المساعدات الذي يصل إلى مطار العريش حتى اللحظة تحياتي لك ريهام ولكل أساد المشاهدين ربما الجديد في هذه اللحظة هو ارتفاع عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي وحتى اليوم ليرتفع عدد هذه الطائرات إلى خمسمائة وخمس وثلاثين طائرة منها أربعمائة وسبع وثلاثين طائرة حملت أكثر من خمسة عشر طن من المواد الجذائية والمستلزمات الطبية من خمسين دولة أجنبية وعربية ومنظمات إقليمية ودولية مختلفة بالإضافة إلى ثمانين وتسعين طائرة حملت وفودا أجنبية وزيارات رسمية لتفقد المساعدات الإنسانية الموجودة في مدينة العريش وأيضا في معبر رفح آخر ما وصل من هذه الطائرات كلال الأربعين وعشرين ساعة الماضية نتحدث عن طائرة قطرية على متنها سبعة أطنان من المواد الجذائية بالإضافة إلى طائرة إيطالية كان على متنها بعض المستلزمات الطبية التي ذهبت إلى المستشفى الإيطالي في السفينة الإيطالية الموجودة في ميناء العريش ومغادرة بعض الأطقم الطبية أو العاملين بهذه السفينة من خلال هذه الطائرة كل هذه الطائرات يتم تفريغ الحمولات والشاحنات منها من خلال التعاون الذي يتم بين جمعية الهلال الأحمر المصري في تجهيز وإرسال هذه المساعدات عبر بعبر رفح على الجانب الآخر أيضا فيما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة اليوم معبر رفح ربما شاهد بعض المستجدات الخاصة بدخول 47 شاحنة إلى 50 شاحنة إلى منفذ العوجة فقط ولم يستقبل معبر كرم أبو سالم اليوم أي شاحنات وعودة الشاحنات التي دخلت إلى منفذ كرم أبو سالم مرة أخرى ربما هذا يعود إلى ما تم نشره منذ يومين لبعض الفيديوهات التي تظهر تظاهر المستوطنين الإسرائيليين أمام الشاحنات المساعدات المتجهة إلى كرم أبو سالم فبالتالي هناك عدد كبير من الشاحنات التي لم تدخل اليوم إلى معبر كرم أبو سالم لكن بوابة معبر رفح من الجانب المصري ما زالت مفتوحة وهناك عدد كبير من الشاحنات المصطفى أمام المعبر نتحدث عن أكثر من 100 شاحنة موجودة أمام معبر رفح البر بخلاف الشاحنات المصطفى خارج الطريق والشاحنات الموجودة هنا في مدينة العريش لكن أيضا بوابة معبر رفح من الجانب المصري لازالت تستقبل المصابين والجرحة نتحدث عن أنه اليوم تم استقبال 25 مصابا بالإضافة إلى 40 مرافقا لهؤلاء المصابين تم نقل بعض هذه الحالات إلى مستشفى الشيخ زويد وهي القريبة من معبر رفح وبعض الحالات الأخرى اتجهت إلى محافظة السويس حيث مدن القناة والمستشفيات المجهزة هناك بالإضافة أيضا إلى استقبال عدد من مزدوج الجنسية ورعاية الدول الأجنبية كان هناك العشرات من هؤلاء الوافدين من رعاية الدول الأجنبية ومزدوج الجنسية وصلوا إلى معبر رفح اليوم ويتم نقلهم عبر وسائل النقل المختلفة الموجودة خارج المعبر بكل تأكيد جهود مصرية مستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين لكن يتبقى على الجانب الإسرائيلي هو أن يكون هناك تسهيل وتيسير في الإجراءات الخاصة بالدخول حتى يتصنى دخول أكبر عدد من الشاحنات لقطاع غزة خاصة أنهم في حاجة إلى مزيد من المستلزمات الطبية والمواد الجذائية المختلفة لكن مصر لم تتوانى لحظة عن تقديم كل الدعم والمسلدة وتجهيز أكبر عدد من المساعدات في مدينة العريش ورفح لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة أشكرك جزيل الشكر زميل محمود جميل لمرسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا على هذه المتابعة السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها سفينة حربية بريطانية تصد هجوما بطائرة مسيرة لقوات الحوثي جنوبي البحر الأحمر أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن تصاعد وتيرة العنف في البحر الأحمر يمكن أن يقوض استقرار اليمن ويعرضه لمزيد من الأخطار حذر عمال إغاثة في تصريحات نقلتها الصحيفة في سياق تقرير نشرته من أن المواجهة العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وقوات الحوثي تهدد بتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن حيث تكافح منظمات الإغاثة لتلبية احتياجات البلد أعلنت السلطات البريطانية أن السفينة الحربية دايموند صدت هجوما عليها بطائرة مسيرة أطلقتها قوات الحوثي في البحر الأحمر وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها أن السفينة الحربية دايموند تمكنت من صد طائرة مسيرة باستخدام نظامها الصاروخي سي فايبر دون وقوع أضرار أو إصابات بين طاقمها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي تشارك وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في القمة الإيطالية الأفريقية التي ستعقد خلال يومي 28 و29 من يناير الجاري بروما ومن المقرر أن تلقي وزيرة التعاون الدولي كلمة مصر التي ستركز خلالها على التعاون في مجال الطاقة وضمان إمداداتها وتعزيز تنمية البلدان الأفريقية للحد من تضفقات الهجرة إلى أوروبا كما تتناول الكلمة أيضا معالجة فجوات التنمية في أفريقيا بالإضافة إلى وضعها على مصار يعزز التحول الأخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ويقلل الانبعاثات الضارة مع ضرورة تنصيق الجهود المشتركة لحجد جهود المجتمع الدولية وتوجيهها نحو دعم التحول الأخضر في أفريقيا وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإعداد تقرير دوري عن عمل جهاز حماية المستهلك والجهود المبذولة لضبط الأسعار في الأسواق في ظل اهتمام الدولة بمتابعة هذا الملف المهم أكد مدبولي خلال استقباله رئيس جهاز حماية المستهلك أكد ضرورة العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنطبي موجها في هذا الصدد بدعم الجهاز بالكوادر المؤهلة التي تسهم في تطوير أدائه أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الدور المحوري لهيئة الدواء في توطين الصناعة الأدوية خاصة في ظل جهود أجهزة الدولة لخفض فتورة الاستيراد وتوفير دواء يتميز بالجودة وقد وجه رئيس الوزراء في هذا الإطار خلال استقباله رئيس هيئة الدواء المصرية بضرورة عقد اجتماع دوري لمتابعة جهود هيئة الدواء المصرية على كافة الأصعضة في ظل ما يحظى به قطاع الصحة والدواء من أولوية لدى الدولة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع السياحة والأثار ضمن أجندة وملفات عمل الحكومة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة السياحة والأثار خلال الفترة المقبلة حيث تم استعراض جهود جذب وتنشيط قطاع السياحة وآليات زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الحالي بالإضافة إلى الأعداد المتوقعة وفودها إلى مصر على ضوء الاهتمام المتنامي بالمقومات السياحية المصرية على المستوى الدولي والمشروعات السياحية الجاري تنفيذها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدولهم من أنباء بشأن يقيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل أكد إعلامي مجلس الوزراء استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكل طبيعي وفقا للمواعيد المقررة دون أي توقف وأشار المركز إلى التزام شركات السياحة بإنهاء إجراءات المعتمرين ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة دون أي توقف تواصلت فعليات وندوات معرض قهر الدولي للكتاب في نسخته الخامس والخمسين وسط أقبال جماهيري كبير وتأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة وتقام الفعليات حتى السادس من فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض الكتاب الزميل كريم بيبرس يطلعنا على الفعليات والندوات التي أقيمت اليوم أهلا بك كريم تطلعنا على أهم ما شهدت وتبعت من فعليات اليوم في معرض قهر الدولي للكتاب تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أبرس فعليات هذه النسخة الخامسة والخمسين لمعرض الكتاب هو تخطي الأعداد التي زارت هذا المعرض عن العام الماضي في نفس التوقيت بنسبة كبيرة جدا فواصلت الآن الأعداد أكثر من مليون زائر حتى أمس ومتوقع أن تصل اليوم إلى أكثر من 300 ألف زائر لهذه النسخة نتحدث أيضا عن إقبال شديد من العائلات بشكل عام نظرا لتعدد وتنوع النشاطات المختلفة داخل هذه النسخة منذ صباح اليوم بدأت نشاطات خاصة بالأطفال وعروض مسرحية للأطفال خارج القاعات الخاصة بمعرض الكتاب أيضا بالإضافة لذلك كان هناك عروض موسيقية على بعض المسارح داخل معرض الكتاب بالإضافة لذلك أيضا وجود إقبال كبير على أجنحة الدول العربية المختلفة المشاركة في هذه النسخة وإشادة كبيرة من الرواد لهذه الأجنحة المختلفة لتنوع المعروض من الكتب الثقافية والفكرية والأدبية المختلفة داخل معرض الكتاب في نسختها الخامسة والخمسين إضافة لذلك أيضا الندوات المختلفة والمميزة التي تم بالفعل اليوم مناقشتها داخل معرض الكتاب نتحدث عن من أهم هذه الندوات هي ترسيخ الهوية المصرية هذه الندوة التي عقدتها تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحدثت فيها عن أهمية التاريخ المصري والحفاظ على الهوية المصرية ونالت هذه الندوة إقبال كبير من المشاركين في معرض الكتاب بالإضافة لذلك أيضا بعض الندوات عن حرب أكتوبر واستراتيجيات حرب أكتوبر وأيضا ندوات أخرى عن شخصيات المعرض مثل الدكتور سليم حسن وأيضا شخصية المعرض لي معرض الأطفال وهو بالطبع الدكتور يعقوب الشروني هذه بالطبع الشخصيات التي تم كان هناك عليها يعني نقاشات كبيرة اليوم مدى تأثيرها وأهميتها بالنسبة لأي الكتابات الخاصة بالأطفال أو حتى الكتابات الخاصة بالأثريات المصريات مثل دكتور سليم حسن وهذا الدكتور الذي بالطبع له باع كبير وتأثير كبير فيما يتعلق بالحفاظ على الهوية المصرية وأيضا أول من دعا لعودة الأثار المصرية المنهوبة في الخارج إلى الأراضي المصرية بالإضافة لذلك أيضا كان هناك تنوع كبير في المعرضات داخل قاعات المختلفة أربع قاعات من كتب ثقافية كتب دينية كتب للأطفال وأيضا سور الأسباكية اللي هو متواجد اليوم بأسعار رمزية تصل الأسعار الكتب هنا لجنيه وثلاث جنيهات وعشرة جنيهات وأيضا اتحاد نشرين العرب الذي قام بمبادرة خاصة لتخفيضات تصل لأربعين بالمئة لكل من يشتري من الدول العربية أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل الزميل كريم ببرس كنت معنا مباشرة من معرض القهر الدولي للكتاب تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تنطلق غدا ولمدة يومين فعليات المؤتمر الخاص من نظام التعليم الذي يطلق عليه استامن هذا التعليم والذي يحمل عنوان الواقع والطموحات يشارك في هذا المؤتمر عدد من الوزراء فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومدير مكتبة الإسكندرية وكافة الأطراف المعنية من مختلف الجهات يهدف المؤتمر لتسليط الضوء على نموذج التعليم المصري استام الذي يعد نموذجا قائما على البحث العلمي وتعلم من خلال المشروعات وتنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والتحديات الكبرى خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا احتفلت الدولة بيوم البيئة الوطنية تحت شعار مصر في مسارها نحو الأخضر تضمنت الاحتفاليات تقديم نماذجا للبرامج والمشروعات المؤثرة في التحول للأخضر كالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية عن التحكم في التلوث الصناعي والاحتفال بيليوبيل الفضي لمشروع التحكم في التلوث الصناعي التابعي لوزارة البيئة احنا كمؤسسة ادارنا ندرب ألاف من الأطفال ملايين من الشباب تمكين السيدات على المشروعات الخضراء صديقة للبيئة فاحنا جاينا نهاردة نقول ان احنا تحت رعاية فخامة سيد رئيس الجمهورية احنا بنشتغل على أرض الواقع كتشبيك بين المجتمع المدني وبين المعنيين من الحكومات والوزارات والمعنيين بالأمر اشتغلنا كجيان شباب مستدام في تدريب أكثر من 3000 شاب على فكرة التنميال المستدامة والمناخ والبيئة اهتمنا بكرة حياة كريمة وتوطين التنميال المستدامة في كرة حياة كريمة من خلال أعقد ندوات أولاين وأوفلاين في مراكز الشباب ونوجين ننزل أكثر كرة حياة كريمة بشكل أوسع وبالتركيز على التحول للطاقة الشمسية في المدينة شاهدنا في الفيديو ازاي الفنادق بدأت تتوسع في استخدامة تلقى الشمسية في مدينة شرم الشيخ وشاهدنا المحطات الشمسية التي قام بتنفذها بنامي من المتحدة الإنمائي بتموين من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع رئاسة مؤتمر التغير المناخ الكلام ده كان قبل الكوب 27 شفنا محطات شمسية في مركز المؤتمرات في شرم الشيخ في مطار شرم الشيخ وشفنا المحطات التي قام بتنفذها القطاع الخاص الحقيقة في صحراء شرم الشيخ ودي أوائل خطوات تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء مصر التسير على الخطة السليم لمواجه التغير المناخية والتكيف معها لتحقيق التنمية المستدامة العدلة والاسمار الأغدر وإحنا كمجتمع مدنة وشركاء نجاح قمنا بزراعة 570 ألف شجرة مصمرة من الأشجار دائمة الخضرة كسيرة السمار عشان نحق التنمية المستدامة العدلة بالدين مصرية على أرض الواقع في أرض مصر أعلنت الحكومة تقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية لنحو ثلاثة ملايين وواحد وستين ألفا وستمائة وسبعة وثلاثين شخصا بالمجان تحت شعار مئة مليون صحة يأتي ذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة والتي شملت ثمان عشرة محافظة مستهدفة المواطنين من سن ثمانية عشر عاما فأكثر وذلك بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة ما يسهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة شارقت مؤسسة حياة كريمة للسنة الثانية بمعسكر طلاب كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان تأتي هذه المشاركة في إطار استكمال المؤسسة لدورها التوعوي لشباب الجامعات حول مختلف محاور عمل مؤسسة حياة كريمة وتقوم المؤسسة بتعريف الشباب بكيفية مجالات التطوع في مؤسسة حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة حرصت الفترة الماضية كماناً أنها تكسف جهدها بالتواجد في الجامعات وإحنا لحد دلوقتي تم افتتاح أكتر من 26 جناح لمؤسسة حياة كريمة منهم جناح المؤسسة بجامعة حلوان إحنا طبعاً بدأنا التعاون مع الجامعات من فترة كبيرة ولكن تواجنا ده بتواجد الأجنحة بتاعتنا داخل كل جامعة قطاع المبادرات عندنا في مؤسسة حياة كريمة هو المنط بعمل معسكرات وعمل إيفنتات واحتفاليات بنعرف بيها الطلبة على الدور التطوعي اللي بناخدم بيه المجتمع المدني بتاعنا وإحنا هنا بنتشرف أن احنا موجودين للسنة التانية على التوالي في جامعة حلوان كلية خدمة اجتماعية وبالأخص في المعسكر هنا مع طلبة خدمة اجتماعية فإحنا عم حاوليه بنستاذي في حواليه أكتر من ألفين طالب بنعرفهم معنا العمل التطوعي بنغدم بيه المجتمع المدني بتاعنا ده معسكر زي ما قلت سنوي لطلاب الفرقة الثالثة بنضربهم فيه على المهارات الاجتماعية بنضربهم فيه على تسمع حياة كريمة إزاي تدعمها لو فيه مشكلة زي مشكلة إدمان المخدرات لدى الشباب إزاي نواجه هذه المشكلة بنعرف الشباب دوت الوقاية خير من العلاج نحن ارتباط بكافة المؤسسات الموجودة في المجتمع وده بيظهر بشكل يعني مهم جدا في علاقتنا بالمؤسسات المختلفة سواء مؤسسة تعليمية مؤسسات خاصة رعاية الشباب جهزة حكومية جهزة تطوعية جامعات خيرية وطبعا ده بيظهر بشكل كبير جدا فيما يسمى بالتدبيل الميداني كنا بننزل نعمل توعيات وحملات توعوية هنا للطلاب في الجامعة ومحاضرات كتير قوي بنعرف الشباب إيه هي حياة كريمة وكان فيه شباب كتير قوي بتحب تطوع معنا لأن فعلا شايفوا إن حياة كريمة فعلا بتطور وبتخلي المجتمع أحسن نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلة تنموية شاملة في قرية شبرة وذلك بمركز المحل الكبرى بمحافظة الغربية شهدت القافلة توقيع التشفى الطبي على 993 حالة من خلال 12 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان بالإضافة إلى تحويل 50 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بجانب تقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 3000 رأس ماشية كما قدم فريق مبادرة 100 مليون صحة العديد من الخدمات للمواطنين تضمنت القافلة إجراء اختبارات لمحو الأمية لعشرين مواطنا قافلة تبية استكمالة لبردامج الرئاسي الضخم المنتاز حياة كريمة للكرة الأكثر اهتياجا احنا بنصحب النهاردة 12 تخصص منهم 6 تخصصات جراحية و6 تخصصات أمرار بتانية تقريبا بنغطي معظم التخصصات اللي بيحتاجها المريض في مثل هزي الكوافل القافلة في عبارة عن مستشفى ميداني مصغر احنا بنصحب معنا الأجهزة زي أجهزة الأشعة أجهزة الصنار أجهزة الرسم القلب وما إلى ذلك أكثر رمض عادة رمض متكاملة احنا بننزل الكرة الريف المصري عشان نشوف ايه احتياجات الناس وبنساعد الناس على أرض الواقع بننزل عن طريق القوافل الطبية عن طريق المساعدات الإنسانية اللي بنقدمها للناس طبعا مش بس الدولة هي اللي بيكون لها دور في النهاية تقوم بمساعدة الناس لا احنا كمان كشباب يعني في العمل الميداني لنا دور كبير إن احنا نوصله عن طريق حياة كريمة بنساعد الناس كل احتياجات الناس سواء مساعدات إنسانية أو غيرها احنا بنكون متواجدين على الأرض الواقع أشكر رئيس عفتها السيس عن مبادرة حياة كريمة اللي بي فيها دمات خصصات كشف عيون ونظر وظام أنا بالنسبة لك التعبان طبعا العظام دخلت هنا في حجرة الخاصة بالعظام دم كشفها عليها ودون العلاج المناسب لها ودي مش أول مرة احنا طبعا كنا نسمع عن المبادرة حياة كريمة تيجي في جميع البلاد والنهاردة كانت موجودة في قرية شوبرا وصلنا الآن إلى نشرتنا الاقتصادية في نشرة السادسة التفاصيل مع ليلة عمر إليك ليلة شكرا لكم ألهام ورهام وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة أعلن وزير البترول طريق الملة إطلاق الدور السابع من مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجيبس 20-24 خلال الفترة من التاسع عشر حتى الحادي والعشرين من فبراير المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي قال الوزير إن المؤتمر يُعقد تحت شعار التحول الطاقي وتأمينه وخفض الانبعاثات بمشاركة متوقعة لأكثر من 35 ألف مشارك و2100 من أعضاء وفود تمثل جميع أطراف سلسلة إمداد الطاقة وسلسلة القيبة أجدد لكم التحية قال وزير البترول طريق الملة إن هناك مشاركة كبيرة متوقعة من قبل الشركة العالمية بمؤتمر إيجيبس 20-24 بينما قال رئيس الشركة المنظمة للمؤتمر إن إيجيبس سيقوم بتثليط الضوء على كيفية تقدم مصر كمركز للطاقة على مستوى العالم العربي وجدنا حينما بدأنا نجهز لهذا المؤتمر من العام الماضي المشاركة الكبيرة من الشركات العالمية الدولية والإقليمية والمحلية في أن تكون معنا في هذا المؤتمر سواء بي المشاركة من حيث الرعاية للمؤتمر أو المشاركة من حيث أن هما يكون لهم أماكن في المعرض بحيث أن هما يقدموا الأعمال اللي بيقوموا بيها ويقولوا إزاي أن هما هيكونوا جزء من التحول والانتقال الطاقي اللي كلنا بنتحدث عنه النهاردة إيجيبس سيقدم رواذا من كافة أوجه المنظومة البيئية للطاقة لعرض التكنولوجيات التي تحرك الصناعة للوصول إلى مستقبل سفر انبعاسات من المنتظر أن يقوم إيجيبس 2024 بجمع المعنيين الرئيسيين بالأمر ليلعبوا دورا هاما في المشروعات القادمة بالمنطقة كذلك سوف يقوم إيجيبس بتسليط الضوء أيضا على كيفية تقديم مصر كمركز للطاقة في المنطقة ويعرض كيف يمكن لقارة أفريقيا ككل أن تدعم حركة مستدامة لتمكين الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الانتقالي الأفضل أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الدولة أولت اهتماما خاصا لصناعة السيارات وخلال العدد الخامس من إصداره مرصد السياسات العامة أوضح مركز المعلومات أن الاستراتيجية الوطنية للسيارات تستهدف أيضا تصدير السيارات للأسواق الخارجية مشيرا إلى أن مصر تتمتع بعدد من المقاومات التي تساعد على تطوير تلك الصناعة أعلنت هيئة قناة السويس انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة الضرورية لبادن ومكونات سفينة الصب الجاف اليونانية زغرافيا بشركة ترسانة السويس البحرية يأتي ذلك في إطار تقليل تأثير الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر وباب المندب عبر تقديم جميع الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة التي قد تحتاجها سفن العابرة في حالة تعرض للأعطال أو المواقف الطارئة أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسة الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب بينما مال التعاملات المصريين والأجانب وسط تداولة بلغت 6.2 مليار جنيه كما ربح رأس المال السوقي 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 42.000 تريليون جنيه وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 43.7% ليغلق عند مستوى 28.625 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان وذلك بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 6.724 نقطة وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 42.1% يغلق عند مستوى 9.544 نقطة قال عدد من المندوبين في تحالف أوبيك بلوس لوكالة بلومبرغ إن التحالف لا يخطط لإجراء أي تعديلات على سياسة إنتاج النفط الحالية خلال اجتماعه المزمع عقد الخميس المقبل وحتى الآن لم تشهد أسعار النفط تغيرات كبيرة جراء خفض الإمدادات الإضافي بمقدار 900 ألف برميل يوميا من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها الذي يتزامن مع التوترات الجيو السياسية بما في ذلك الصراع في شرق الأوسط والهجمات على سفون الشحن في البحر الأحمر قال كنات عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك سيحتاج إلى الوقوف على دليل على تباطئ نمو الأجور في منطقة اليورو قبل أن يخفض أسعار الفائدة وأضاف كنات وهو محافظ البنك المركزي الهولندي أن هناك احتمالا بأن يعود التضخم إلى 2% في عام 2025 وقفز التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي مما يدعو موقف المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات قياسية لبعض الوقت استبعدت الحكومة في منغوليا بدء العمل في إنشاء خط الأنبيب الجديد Power of Siberia 2 والذي تعتزم روسيا مده للصين خلال العام الجاري وأضحت الحكومة أن العمل في مد خط الأنبيب الجديد بين روسيا والصين قد يتأخر عن الموعد المحدد كانت الحكومة في منغوليا قد أعلنت أن بكين وموسكو لم تتفق بعد على تفاصيل رئيسية للمشروع العملاق مضيفة أن أسعار الغاز العالمية غير المسبوقة خلال العامين الماضيين ساهمت في صعوبة المحادثات موسيقى ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لإلهام ورهام لاستكمال ما تبقى من النشر إليكم شكرا ليلى يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهة قوية أمام منتخب القنغو الديمقراطية في العشر مساء اليوم في إطار منافسات دور ثمن النهائي كأس أمم أفريقيا 2023 والمقامة حاليا في قرد ديفوار ستكون هذه المواجهة الخامسة في كأس أمم أفريقيا بين مصر والقنغو الديمقراطية حيث تفوق منتخب الفراعن في ثلاث مباريات من الأربعة السابقة مواجهة جديدة يخوضها منتخب الفراعن خلال مشواره في بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في قرد ديفوار بعد تأهله لدور الثاني من البطولة القارية المنتخب المصري صعد إلى دور الستة عشر من البطولة بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد الثلاثين نقاط نفس الوضع أيضا لمنتخب الكونغو الديمقراطية والذي احتل وصافة المجموعة السادسة ويعاني الفراعن من عدة غيابات قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية حيث يفتقد المنتخب لخدمات نجمه الأول محمد صلاح بعد إصابة في العضرة الخلفية دفعته لمغادرة المعسكر عقب لقاء الرأس الأخضر كما يغيب أيضا محمد الشناوي حارس المنتخب وذلك بصبب إصابته بخلع في الكتف خلال اللقاء ويغيب إمام عشور عن اللقاء رغم امتثاله للشفاء بعد إصابته بارتجاج في المخ خلال تدريب المنتخب وذلك وفقا للوائح الفيفا تاريخ طويل من المواجهات ما بين المنتخبين حيث التقايا في 12 مباراة منها 8 مبارايات رسمية وأربع ودية حقق الفراعنة الفوز في ثماني مواجهات بينما حسم التعادل ثلاث مبارايات وخسر منتخب مصر في مباراة وحيدة كل الأمنيات الطيبة لمنتخب مصر ووصلنا مشاهدين إلى نهاية هذه النشرة إليكم أهم العنوان مصر تجدد مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية مفاوض الأنروى يقول إن تعليق تمويل الوكالة سيؤدي لتوقف جميع أنشطتها بغزة خلال أسابيع وأبو الغيط يرفض العقاب الجماعي من خلال قطع التمويل وسائل أعلام أمريكية تتحدث عن محادثات بالبيت الأبيض للضغط على إسرائيل من خلال إيقاف شحنات الأسلحة إليها وواشنطن تنفي وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري شكرا للمتابع وضوط في أمام الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة